بسم الله والصلاة والسلام على خير رسول الله أول فيديو بخص جيل 2006 هذا الجيل اللي إحنا إن شاء الله بنطمح أنه نحقق معه نتائج مبدعة ومتقنة كما تعودنا في السنوات الماضية مع جميع الأجيال اللي إحنا بنفتخر فيهم يا رب دائما يبارك في جهودنا ويبارك في همامنا جهودي أنا شخصيا أو جهودكم أنتو أحبائي وطلابي وطالباتي 11 عام وإحنا بنعلم طلاب التوجيهي كيف يكونوا أوائل ومتعلقين في مادة اللغة الإنجليزية واللي عنده مشكلة كيف يتجاوزها إن شاء الله اليوم بنطلق خطة ختم مادة الفصل الأول عشان تكون عارف محتوى المادة كيف راح نمشي وفي حال يوم اتأخرت كيف بدك تلحقنا وما تخاف كل بداية شهر راح ينزل خطة للطلاب المتأخرين أو الطلاب المحهم مش بطاقات وقرر يجيبوا البطاقة أو حتى الطلاب اللي قرروا يدرسوا متأخر أو حتى الطالب اللي بيكون أساء الاختيار في البداية ومن ثم عدل مساري اللي بوصله وقرر يروحين للأستاذ الصح اللي راح يجيب له إن شاء الله العلامة التي يعني بيحترق اللي هي يستحقها في البداية وبتحترم جهود معلمه وجهود طلابنا الأعزاء بسم الله وعلى بركة الله خلينا نفرجيكم كيف راح ننطلق في المادة وكيف قسمناها هذه الخطة للفصل الدراسي الأول بشكل كامل إن شاء الله حبايبي راح نفرجيكم إياه إن شاء الله بالتفصيل أول شي بدي إياك تكون عارف إنه رقم الوحدة إحنا عنا يونيت 1 الفصل أول يتكون من 4 يونيتس يونيت 1 يونيت 2 يونيت 3 يونيت 4 الأكبر والأثقل في المادة هي يونيت نمبر 1 طبعا إحنا عشان فتح طب ليش أيوه أيوه الحمد لله رب العالمين أيوه أعطينا القلم الحمد لله طيب أول شي بدي إياك تكون عارف إنه إحنا مقسمين المادة لأسابيع راح يكون انتلاقتنا إن شاء الله يوم 5 سبعة الأسبوع الأول راح يكون من 5 إلى 12 سبعة فذلك كل أسبوع بتراوح اللي هو من 5 إلى 12 بعدين من 13 إلى 20 فذلك إن شاء الله أمورنا راح تكون إن شاء الله جدا جميلة وإبداعية مع بعض في الأسبوع الأول راح ننزلك درسين طبعا أنا هون ما جبت سيرت التأسيس ليش المفروض الطالب أنهى التأسيس كامل طبعا أنا مش نبلش تأسيس شو بعمل عادي بدي أبلش مع أستاذ محمد مش علي يوم أو الأسبوع الأول أنا نحست مثلا نزلت في يوم 5 سبعة إنت معك الأسبوع الكامل تدرسها شو بتعمل التأسيس 9 أجزاء بتحط لهم 3 أيام كل يوم 3 أجزاء بنهاية الأسبوع الأول قبل ما أنزل مادة الأسبوع الثاني تقدر تدرس المطلوب معك في الأسبوع الأول تمشي معي مباشرة فذلك الأمور إن شاء الله جدا سهلة وبسيطة راح ينزل عنا في الأسبوع الأول درسين بسيطات مش تفكرهم درسين كبار جدا جميلات وجدا بسيطات present simple and past simple أكثر زمنين كرروا عليكم في مرحلة حياتكم في التوجيه هذور راح يكونوا معانا في الأسبوع الأول بطريقة شرح إبداعية وخرافية من الدوسية ومن خارج الدوسية ومن أسئلة الكتاب إيش إن شاء الله بيستحقكم راح تنبسطوا فيه في الأسبوع الثاني راح يكون من يوم 13 إلى يوم 27 بإذن الله عز وجل في الأسبوع الثاني راح نوقد كمان زمنين present continuous past continuous أنا بس بطلب منك إشي واحد الإشي اللي بنزل عالموقع بس أدرسه لا تسبقني ولا إيشي ثاني أنا مرتب لك المادة ترتيب كامل طبعا شو هدفي من هذا الترتيب وليش قاعد بعلن لك عن الخطة عشان في أي يوم بالفصل ما تقول لي أنا متأخر ولا أنا مقدم أنا بعرف متى أبلش ومتى أختم بإذن الله راح تختم ورح تكون مبسوط ورح تكون مثبت المادة ورح تأخذ امتحانات ورح تحيل وزاري ما راح أخليك تلجأ لأي مصدر ثاني إنت لما تكون مع النمبر ون لأنك إنت نمبر ون إنت نمبر ون باختياراتك فذلك أن لازم أكون نمبر ون بالعطاء اللي بدي أعطيك يا إن شاء الله ذلك هذا الأسبوع الثاني زمنين جميلات وسهلات وبسيطات في الأسبوع الثالث اللي هو راح يكون بين فترة 21 و 28 و 27 إن شاء الله راح نأخذ زمن اسمه Past Perfect Future Simple هيك بنكون تمينا 6 أزمنة علما أن الوحدة الأولى بالكتاب فيها ثمانية أنا فيه اثنين بأجلهم للوحدة الثانية بالعمدن لغاية إن شاء الله بتعرفها لما أوصلهم تمام هل انتهى الموضوع ورس 6 أزمنة في داخل الدوسية ورقة عمل للأزمنة فيها 20 جملة أنت بتحلها ورح أنزل لك إياها كمان فيديو عشان تكون أمورك إن شاء الله بالسليم ومبسوط فيها بإذن الله عز وجل الأسبوع الرابع راح يكون في عندي امتحان 6 أزمنة هذا راح يكون موجود عندك على وتد بنزل في الأسبوع الرابع إن شاء الله وراح يكون هذا الامتحان مراجعة لهذول وراح يكون نازل عندك درس كامل اسمه الريفورتي دي سبيتش فقط في الأسبوع الرابع راح ينزل لك الريفورتي دي سبيتش بكل تفاصيله بإذن الله عز وجل طيب أستاذ محمد هل انتهت وحدة الأولى؟ لا بديك تعرف شغله الوحدة الأولى تمثل 40 بالمئة من مادة الفصل الأول يعني الوحدة الأولى هي أكثر وحدة راح تأخذ معنا وقت طيب أستاذ خلصوا قواعدها لا لسه يا حبيب بس شو راح نعمل هاي السنة عشان ما نملي كثير راح نيجي على الأسبوع الخامس ما بدنا نبلش في الباسيف بويس راح نأخذ إشي اسمه قبل البدء بالقطاع أنا ما بخلط لك الأمور خلط وهبل الإشي اللي أنا شفته أنجح إشي مع الطلابي قاعد بطبق لك إياه عشان تطلع مبسوط معي وإن شاء الله آخر السنة تقول أستاذ محمد يخلف عليك انت ما قصرت في أي معلومة أعطيتنا إياها سيدة راح نأخذ قبل البدء بالقطاع علما بالتأسيس بالجزء الثامن أعطيتك بعض الكلمات اللي لازم تحفظهم ورح نأخذ قطعة جدا جميلة وسفاحة The history of computers ورح أفرجيك كيف أبو مشعل بشرح القطعة هخليك تنجن كيف بشرحها بأقصر وقت بأكثر سلوسة وبدون فلسفة ثلاث عناصر بدور عليهم معك تطلع تحل القطعة لا أقول لك عن خالتي ولا عن عمتي ولا عن تفاصيل أنت ملكاش فيها ولا عن كلمة بيستعملوها شي الأجانب في أمريكا تحكى عن جداء والله أمور جدا أبسط من ما أنت بتتخيل بس بدي شغلة واحدة نحط إيدين في إيدين بعض إذا حطيت إيدك في إيدي بوعدك بإذن العلي القدير إنه نطلع بنتائج جميلة وسفاحة إن شاء الله طيب هباي بهذا بالأسبوع الخامس هاي إيه صلنا هذا السدق قارب 12-8 شايف الدنيا ولا بدأ فرجيك كيف نمشي بإذن الله طبعا كل هاي الخطة بيطي قدير الله عز وجل الـ passive voice رح ينزل لك في الأسبوع السادس واسمع أنا بضغط كاش بمشي معك على الهدى وبس مطلوب منك تدرس فقط لا غير يعني أنا الـ passive بيكون 3 أجزاء ممكن أن أزلهم الثلاث أجزاء مرة واحدة ممكن أنا أجي أحكي في بداية الأسبوع الجزء يعني في نهاية الأسبوع الجزء يعني بالنهاية أنت ماديتك خلال الأسبوع رح تكون نازلة كاملة في طالب بيقولي أن دايماً بحط الإنجليز آخر الأسبوع أنت بحيث تكوني منازل كل شيء بالدكية بقول له رائع جدا ما تخاف والله لا تختم قبل الكل إن شاء الله وأنا مش هي عبريتي تختم لو بدي تختم شهر 9 بنرزلك مادة 2005 وختمها صح بس أنا العبرة كيف بدك تمشي ونقسم المادة زي كأنك عندي بالمركز وبزيادة طيب من الأسبوع السابع من 21-28-28 رح ناخد درس جداً جميل اسمه F-Close وفي حل سؤال شامل من الكتاب على كل القواعد اللي أخذناه رح نحلهم مع بعض ورح ناخد قطعة جداً جميل اسمه Using Technology in the Classroom لقطعة استعمال التكنولوجيا في الصف طبعاً إحنا معدل الشرح اللي بينزل بالأسبوع كساعات فيديوهات من ساعة ونص لساعتين في الماكسيمم ما بنزلك مليون ساعة أنا عارف شو قاعد بنزلك كيف تطلع المادة إن شاء الله أنت مابسوط فيها في الأسبوع الثامن رح ناخد Anti-Prohibition أفعال السماح والمنع والكوزاتف وعيد كتابي على الماضي التام هذا الأسبوع أنا بعتبره راحة بمزهش عن جد بعتبره راحة إحنا هون 29-8-95 إنت بتكون دخلت المدرسة وإنت الوحدة الأولى قاعد بتودع فيها إنت قاعد بتودع بالوحدة الأولى الأسبوع التاسع قطعت إنترنت الأشياء آخر قطعة بالوحدة الأولى ومفردات الوحدة الأولى بنقول لهم done ألف مبروك هيك يا حبيبي الوحدة الأولى بنكون خلصناها هل تعلم إن الوحدة الأولى أقسم برب السماوات والأرض أنها تقدر بـ 40% من شرح المادة ومن وقت المادة والله إلا أخليك تلعب فيها لعب هل انتهى الموضوع طبعا لا تعال يا حبيبي في الأسبوع العاشر ما رح أنزل لك مادة ولا نستريح لا يا حبيبي رح أنت تراجع الوحدة الأولى ورح أنزل لك ورقة عمل شاملة لجميع قواعد الوحدة الأولى فيها مئة سؤال ولا كيف بدك تشبك الأمور ببعض أنا ما بهم نتحل الريبورتد على أحدها والباسف على أحدها والتنسز على أحدها بدنا نشبكهم كلهم في بعض وهاي سياسة الأستاذ الناجح عشان هيك ما رح لك تلجأ لأي حدا ربنا في البداية ومن ثم أستاذ محمد مشعل عاطيني الثقة رح نشتغل طريقة خرافية إن شاء الله ذلك ورقة عمل شاملة لجميع قواعد الوحدة الأولى كم عددها مئة سؤال ما رح ننزل بهذا الأسبوع ولا إشي واللي كان متأخر صار عنده ظرف بيقدر يلحقنا براح يتنمع لنا أي مشكلة تمام طيب أوكي هيك خلصنا الوحدة الأولى طلع الوحدة الأولى أنا عندي الخطة ثلاث صفحات ما أخدي صفحة عشان تكون عارف شو هجمها عشان تكون عارف شو هي باجع الأسبوع رقم 11 اللي هو رح يكون من تاريخ 22 إلى 29 تسعين إن شاء الله حبايبي رح نشرح قاعدة اليوستو وقاعدة وقطعة اسمها اللي هي للناس السعداء أكثر صحة وإذا كان كذلك فلماذا؟ إن شاء الله قطعة جدا جميلة وقاعدة اليوستو قاعدة سفاحة وإنا ياري دخلت الوحدة الثانية الأمور التفرف الأمور بتصير إن شاء الله جدا سليسة تمام في الأسبوع رقم 12 رح ناخد عيلة زمنين من الوحدة الأولى ورح ناخد إشي اسمه مصطلحات الألوان إشي خفيف لطيف يمقسم عشان تعرف كيف إحنا بنمشي في الموضوع في الأسبوع رقم 13 رح ناخد قطعة واحدة يسمها لأنها جدا مهمة ولأن فيها كلمات جديدة وننضير بالنا عليها ونشرحها بطريقة احترافية فقط حطينا وفي إلها حل سؤال مصطلات رح نحله مع بعض إن شاء الله والله العظيم إن شاء الله إلا تكتك لك المادة بطريقة أنت تتفاجأ فيها عمرك ما تسمح لواحد يقيم معلمك أو أستاذ إنت اخترته يقول لك بش راحش قطع يعرف أنه بروفايل وهمي واللي باعته الله ما بيخافه ولا ربنا يوم لأيام رح يوافقه أسبوع رقم 14 رح ناخد قطعتين جدا جميلات الظروف الصحية في الأردن نحرك لحالك إحنا يكبر نكون وصلنا حوالين 20 عشرة أوكي طيب الأسبوع 15 خلصنا الوحدة الثانية مراجعة الوحدة الثانية بكل تفاصيلها هاي عمين على الطالب حبيبي عشان إذا عندك أي إشي مكسور أي إشي بدك تعمله إن شاء الله تراجعه هل فيه امتحانات أستاذ إن الله مع مين مع الصابرين أصبر تمام هاي السنة رح أعمل إشي جديد في الأسبوع 16 إحنا أنهينا الأولى والثانية طبعا الأولى والثانية بمثل من المادة على الأقل 60% أنت هون خاتم 60% ليوم اللي هو 30 عشرة بتكون خاتم 60% من المادة رح ناخد إن شاء الله في البداية مهارات الكتابة الجزء الأول مهارات الكتاب اللي بتخص مهارات الضع دائرة متى وكيف بتيجي الأسئلة على في الضع دائرة رح ناخده كامل أوكي عشان نوع ورح ندخل على بس رح أقسمه لقسمين قسم في الوسط وقسم في نهاية المادة رح ناخد الأسماء والصفات وأسئلة خاصة عليهم بعدين بنرجع على الثالثة والرابعة بعدها بنرجع على الاشتقاق بنختم وكون مكنينو علما أن دائما بحب أعطيهم في نهاية الفصل ليش لأنه بيحتاجوا تدرج بالمادة تكون عارف تنسز تكون عارف قطع في إندي طلاب رائعين بس قديش نسبتهم بصبط شي أجي أقولها بأكتب موضوع تعبير كيف أكتب موضوع تعبير وفي واحد بعرف شو كتب اسمه بالإنجليزي طب بدي عارفه تكوين الجملة بدي عارفه شي يعني مضارع شي يعني ماضي بدي يحفظ شوية كلمات من القطع عشان أقدر أدخله على التعبير بس في ناس ولا بتفهم إشي ولا عارف شو بتعطي للطلاب طب أنا الكريتيكال من أول قطعة ببلش أدربك عليه وهو تعبير مصغر بس دك تكون فاهم أستاذك شو بعطي إلي رؤية لما قاعد بعطي أنت طالب بتعيش التوجيه مرة أنا بعيشه كل سنة بعرف شو حاشة الطالب ومتى يخدها أنا لما أعطيك التعبير في نهاية الفصل أول أنت معك فاصل ثاني كامل تتدرب عليه وعلماً لو أنك بعدتلي خلال الفصل أول أنا بساعدك ما عندي مشكلة وبصلح لك وأنا جاهز وهي السنة راح يكون عندنا كادر خاص للتعبير بس بالأخير أنا بعطيك البيسيكس إذا أنت ما كتبت أنا بكذب عليك بدك تعرف هاي الأشياء أستاذك بحكي معك من حرق الدم عليك ولا ما بيضحك عليك ولا عمري راح أضحك عليك في طلاب بكتبوا حسن معلمين هذا اللي بيجي 199 و200 ما تفكره يعني هو فضائي بس إنجليزياته منيحة ودرس بمدارسه منيحة وأساده الإنجليز توفق فيهم بحياته وإنت راح ربنا يوفقك ورا خليك جيب علامة محترم بالتعبير بس أعطيني الثقة عشان نبدع نتقلق إن شاء الله مع بعض ذلك بالأسبوع رقم 16 راح ناخد مهارات كتابة جزء أول اشتقاق أسماء وصفات والله لأخليك إن شاء الله تكون مبسوط هسا اليونيت الثري تأفها خلص 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 في الأسبوع 17 راح ناخذ قاعدة حتى بديش عطي قاعدة إنه يكون قاعدة واحدة ومحة أربع نصو راح ناخذ نصين ينج إميرات إنفنتور أديب لبلوشي إذا سمعتوا فيه إن في المستقبل فقط قطعتين جميلات ولطفات في الأسبوع 18 راح ناخذ أزمنت المستقبل زمنين وقطعة مركز حسين للسرطان قطعة جدا جميلة وسهلة المادة من الوحدة الثالثة فارطة وإذا بدك من الثاني بتفرط أنا دائما بحكي للطلاب يعني أتقن الأولى بطريقة صحيحة أنت بتبدع الأولى الأهم الأولى والله الأسبوع رقم 19 ناخد قطعة ضحية حادث ومفردات مراجعة للوحدة أنت بتراجحها ورح أنزل لك ورقة عمل شاملة لجميع التنسز لأنه هيك بنكون تمهنا لـ 11 زمان فيها 100 سؤال عاقز منت الوحدة الأولى والتاني والتالي السيدة أنت مش مخلي إشي طبعا مش مخلي إشي لسه ما شفتش أصبر unit 4 حبايبي راح إن شاء الله نبلش فيها بالأسبوع 20 اللي هو يوم 1-12 خلاص ما نكون وصلنا لنهاية القصر راح ناخد التي هي الجمل المجزئة وضمائر الوصل قطعة جدا سهلة لإسمها العلماء المسلمين هاي متى راح تنزل إن شاء الله في الأسبوع 20 في الأسبوع 21 بظل هندي قطعتين بتخلص الوحدة الرابعة بس طلع كيف بادة زغرة قطعة مصدر ابن بصال ومفردات الوحدة بقول لك يعطيك العافية يوم 15 شو بتكون يا حبيبي انت أنهيت معي الفصل أول كامل ضايل إشي بسيط آخر أسبوع وخلص أنا يوم حون أحط لك الأسبوع 22 من 16 إلى 22 بس أنا يوم 16 راح أكون حبيبي مخلص لك المادة يعني كل شي ضايل بيكون نازل نحن رس 16 إن شاء الله من 16 إلى 20 بنكون ختمين فصل أول بعدها بعطلك شهر زمن كامل تراجع ويدير بالك بعدها ببلش فصل ثاني ما تيجي بيوم الأيام تقول لي أنا مش عارك متى بيتختم هيا حبيبي مكتوب عندك كل أسبوع وش راح ينزل لك إن شاء الله بس حط إيدك في إيدي حط كل مجهودك معي والله العظيم وعد محمد مشعل إن شاء الله هو حر ودين اللي أخليك تلعب في مادة إنجليزي لعب بإذن الله عز وجل راح نكمل التعبير اللي هو أخذنا منه مهارات الضع دائرة لفري رايتنج ومن ثم الاشتقاق شو ضل منه ضل منه الفعل والحال إشي جدا بسيط وشوية نسليات بسيط راح نقول لك باي باي إنجليزي مع السلام وإن شاء الله ما بتلاقي سنة 2024 إلا هلات وإنت الإنجليزي الفصل أول ممكن ومسفح فيه هل انتهى الموضوع لهون؟ لا شو راح يكون عندك حبيبي في مراجعات وامتحانات مراجعات هاي بنتفق عليها مع بعض إحنا على الأغلب بحب أخلي المراجعة لما الطالب يكون دخل المدرسة ومشى شوي بالمادة يعني على الأغلب أغلب الطلاب نهاية شهر 9 بداية 10 ببلشوا يخلفوا الوحدة الأولى راح نعمل مراجع على الوحدة الأولى ومن ثم امتحانها مراجع على الوحدة الثانية ومن ثم امتحانها مراجع على الوحدة الثالثة ومن ثم امتحانها مراجع على الوحدة الرابعة ومن ثم امتحانها إلك عندي بالفصل الأول إن شاء الله أربعة مراجعات جنبهم أربع امتحانات غير الامتحانات المتفرقة زي امتحان الأزمنة زي الامتحانات الجودسية زي الكوزات البسيطة الامتحان رح اعطي لطالباتي في مدرسة الحكمة ان شاء الله رح ينزلك وتكون امتحان محترم بقيس مهارتك في الفصل الاول بشكل كامل هل انتهت لا في شهر تسعة خير وسلام ان شاء الله رح نزلك هاي دوسية الكيوت الزاكية الماستر بيس التحفة الفنية هاي الدوسية ليش يا ابو مشعل هاي الدوسية للأسئلة الوزارية مرتبة حسب الوحدات مش انت بدك تطمن على الوزارة شو بتجيب انا دوري اطمنك وتعرف ان ابو مشعل معلومة ما بنقص عليك رح ان شاء الله في يوم واحد عشرة بنكون خاتمين الوحدة الاولى وممكنينها رح نزلك فيديو لا حلول الوحدة الاولى للوزارة واحد الله استاذ اه والله وابشرك هذا الفيديو مجاني لكل طلاب المملكة صدق جاري لطلابي وغير طلابي يعني اصحابك صاحباتك اللي مش مسجدين عندي قولونهم اتفرجوا ابو مشعل شو بيقدم لطلابه احنا في المقدمة وانتو في المقدمة حلول الوحدة الثانية رح يكون يوم واحد احد عش ان شاء الله حلول الوحدة الثالثة رح يكونوا يوم واحد اطنعش موجودين حلول الوحدة الرابعة يوم تلاتين اطنعش بقولك بسلمك اياه بقولك الف مبروك علما انه في نهاية كل وحدة سيتم اطلاق مبادرة لحفظ جميع معاني الوحدة بتفاصيلها كاملة يعني حتى في ناس بقولك لمبلي كل مادة الحفظ اللي بتخصي الوحدة في ملف رح ألملك اياه كل شي بقدمه وكل شي بعمله وكل شي بعرف شو بدي اقدم لك اياه بالطريقة الصحيحة بيضل شغلي موح واحدة انك انت تقدم لنفسك وتقدر مجهودك ومجهود اهليك اللي يقاعدين بيحاولوا يطلعوكم في احسن الاماكن ودائما بيحاولوا يشوفوكم انتوا قصص نجاح تكمل هاي الحياة اي حدا ما طلب البطاقة او حاب يطلب البطاقة بتقدر تجيبها من المكتبات او توصي عليها على رقم التوصيل 07-8980-83 بتقدر تطلبها خلال يومين بتكون واصلة عندك مع باكي جنا السفاح وان شاء الله سنة دراسية جميلة وسعيدة بدنا نسع انها تكون اجمل سنة دراسية في العالم وكابد المجد حتى مل اكثرهم وعانق المجد من اوفى ومن صبر لا تحسب المجد تمرا ان تآكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر ابشر بالنتيجة اللي انت بدك اياها بل الصح عشان تكون الختام ان شاء الله هو الاصح يعطيكم الف عافية بحبكم جدا اشتركوا في القناة